قد لا يمر يوم دون أن يكون هناك سؤال موجه إلى المتحدثة باسم البيت الأبيض السابقة وحالية حول النقص الحاد في إيجاد حليب للأطفال الرفوف في المحلات التجارية فارغة تحاكي ما كان عليه الوضع في الدول الاشتراكية الأزمة بدأت بعد المشاكل في سلسلة توريد الإمدادات وما يسمى بعنق الزجاج الخانق في إصالها من الموانئ بسبب جائحة كورونا جين ساكي المتحدثة السابقة باسم الرئيس قالت إنها تدرك دواعي هذه الأزمة كونها أما لثلاثة أطفال تفاقم النقص الحاد والشكوى الدائمة بالإضافة إلى التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية دفع الرئيس بايدن إلى تفعيل قانون الإنتاج الوطني الذي استخدم إبان الحرب الباردة أدرك أن الأمهات والآباء قلقون في كل أمريكا بشأن إيجاد حليب أطفال لأولادهم وسأقدم تحديثا حول جهود إدارتي لمعالجة النقص في المحلات التجارية في الولايات المتحدة حتى تكون متوفرة لكم ما سيفعله بايدن هو التالي الطلب من شركات الإنتاج العمل المضاعف على التوفير السريع لحليب الأطفال تخويل وزارتي الدفاع والصحة بإقامة جسور جوية لاستيراد حليب الأطفال من الخارج لسوء الحظ من منطلق سلسلة الإمدادات ما هو مهم الآن هو أن هيئة الغداء والدواء خولت عمليات الإنتاج لكن هذا سيستغرق ما بين خمسة إلى ستة أسابيع للجهوزية في الأسواق نقص حليب الأطفال في الأسواق أدى إلى الكثير من التحكم على الرئيس بايدن عبر وسائل التواصل الاجتماعي وزاد من هبوط شعبيتي رغم وعود إدارتي بأنه سيوفر الحليب بأقصى سرعة من الشركات التي طلب منها زيادة الإنتاج نادية البلبيسة العربية